من المغرب وتحديدا من الدار البيضاء حيث تتواصل فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك للمنطقة المتوسطية لوجيس ميد الدورة التي تستمر حتى التاسع من ماي الجاري وتنظم تحت شعار اللوجستيك رافعة لتحسين المردودية وخدمة الزبناء عرفت مشاركة نحو 150 عارضا من المغرب والخارج من بينها السنغال ضيفة شرف هذه الدورة المزيد مع كوثر حمومي الدورة الثانية للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك للمنطقة المتوسطية تتواصل فعالياتها لليوم الثاني وسط حضور مكثف للعارضين المغاربة والأجانب عرض أحدث المنتجات والتجهيزات اللوجستيكية وتبادل الخبرات في مجال خدمات النقل واللوجستيك أهداف يحاول المغرب من خلالها كسب رهان التنافسية كما يراهن عليها في إنجاح مختلف الاستراتيجية القطعية التي يعتمدها هذا المعرض سيكون مناسبة لتقييم سنة من العمل ومن التوافق ومن التشاور مع القطاع الخاص وأيضا سنة من العطاء على مستوى تكوين الموارد البشرية وعلى مستوى إنشاء الشركات ممكن أن نقول لكم أن البلدنا أصبح قبلة لكثير من الشركات الدولية التي استقرت في المجالة اللوجستيك في كافة الاختصاصات تصدف هذه الدورة عارضين من منطقة الجنوب الفرنسية البعض الإفريقي حاضر كذلك وبقوة في دورة هذه السنة من خلال استضافة السينيغال كضيف شرف لفعاليات المعرض خطوة تأتي لتعزز الشراكة بين البلدين في مشال النقل واللوجستيك كما ستساهم في الانفتاح أكثر على باقي دول الجوار الإفريقي لما تقدمه من فرص واحدة للقطاع مشاركتنا في المعرض تأكيد على العلاقات القوية التي تجمع المعربة بالسينيغال وهي علاقة ضاربة في التاريخ نحن حاضرون اليوم أيضا امتنانا للزيارة التي قام بها العهل المغربي لدكار وتفعيلا للاتفاقية التي وقعت بين البلدين خلال الزيارة الملكية يقترح برنامج هذه الدورة تنظيم ندوات سينشطها مختصون في القطاع من داخل المغرب وخارجه وذلك من أجل تبادل المعلومات وتباحث واقع مهن النقل واللوجستيك والمشاركة في جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع اشتركوا في القناة